يسعى الرئيس الأمريكي باراك أوباما ورئيس مجلس النواب جون بينر للتوصل إلى حل تتحاشى معه الولايات المتحدة الهاوية المالية وهي مشكلة تؤرق الأمريكيين وتهدد اقتصادهم وتعطي الحكومتهم في نهاية العام سيتم مسحب 700 مليار دولار من الاقتصاد على شكل ضرائب وخفض في الانفاق الحكومي في حين أن لدينا بطالة عالية جدا يوافق المحافظون الأمريكيون على أن إعادة الضرائب إلى مستوياتها قبل ولاية جورج بوش أمر سيء جدا لكنهم يعتبرون أن المشكلة الأساسية هي في الصرف الحكومي المشكلة ليست مشكلة ضرائب وإنما انفاق حكومي والدين العام سيرتفع ب7 تريليونات و700 مليون دولار حتى ولو رفع أوباما الضرائب يريد الرئيس الأمريكي أن يرفع الضرائب على أصحاب الدخل ما فوق 250 ألف دولار سنويا ويتابع خفض الصرف قدم رئيس مجلس النواب الأمريكي تنازلا بفرض ضرائب على أصحاب الدخل فوق مليون دولار سنويا ويشمل الاقتراح على مدة عشر سنوات دخل من الضرائب بتريليون دولار خفض برامج حكومية بتريليون دولار القبول برفع الدين العام فوق 16 تريليون وتأجيل حسم القضية لعام كامل ليس رفع الضرائب خلال خمس أو عشرة سنوات سيئا بل هو سيء لو رفعت الضرائب فجأة إن لم يتم التوصل إلى اتفاق سيخسر عدد كبير من العمال وظيفته بسبب تراجع الاستهلاك ويخسر الألاف من موظفي الدولة وظائفهم بسبب خفض الميزانية كما يلحق الدرر بأصحاب الشركات المتعاقدة مع الدولة من السيء أن ترفع الضرائب أصلا وخصوصا خلال فترة اقتصاد ضعيف أصبح الوقت ضيقا على الإدارة والجمهوريين وإن لم يتم التوصل إلى حل سيدفع الأمريكيون ضرائب أكثر ابتداء من أول العام 2013 أقول لهم اقصي مختلافاتكم وتوصلوا إلى اتفاق خلال الأيام الثلاثة المقبلة ما أتمنى رؤيته نظرا لأن المهلة المتبقية هي أسبوعان فقط هو ترك الموضوع حتى شهر مارس المقبل حيث سيناقش الكونغرس مسألة الإنفاق الحكومي في كل الحالات لا أحد يريد أن تقع المشكلة في أول العام 2013 بيرغانم العربية واشنطن